الباب الثاني ده جماعة زي ما احنا اكدنا واللي ظهر فيه احيانا كده بعض مشاكل بسيطة عند بعض الطلاب المحترمة خد بقلك بقى كده حبيبي وركز عليه وركز عليه في الحل كمان طبعا الباب ده جماعة اول ما بدأ طبعا حضرتك عارف كان بيتكلم عن حاجة اسمها الجدوى للايه? الدوري ومين كمان معاه? الجدوى للدوري وتصنيف مين? الجدوى للدوري وتصنيف العناصر سريعا كده? لو بدأنا زي ما حضرتك عارف نعمل ملخص سريعا طب في الجدوى للدوري وتصنيف العناصر كنا اتكلمنا اول حاجة عن حاجة اسمها مستويات الطاقة الحقيقية صح? المستويات الحقيقية للطاقة كانت المستويات الرئيسية او المستويات الفرعية؟ المستويات الفرعية يبقى اول حاجة لازم نفكرك بيها ان المستويات الفرعية هي المستويات هي المستويات الحقيقية للزرة أو هي المستويات التي تعبر عن الزرة تعبيرا حقيقيا طيب ولذلك الأستاذ المحترم الجدول الدوري لما جنا شرحناه لك قلنا لك أن الجدول الدوري بني على كم أساس علمي بني الجدول الدوري على أساسين علميين جدول الدوري لما تبنى بني على أثنين أساس واحد ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في العدد الزري حيث يزيد كل عنصر عن الذي يسبقه بمقدار واحد برتونه كل واحد أزد من اللي قبله وبرتونه واحد اتنين مع مراعاة طريقة ملء مينة باش مهندسة ملء المستويات مين الفرعية وحبيب قال بطريقة ملء المستويات الفرعية المعروفة باسم مبدأ البناء التصعود دول المبدأين أو القعدتين اللي بني عليهم مبدأ البناء أو جدول الدوري تاني حاجة عندك فأول ما دخلنا قلنا بقى حيث تنقسم العناصر في الجدول الدوري إلى كم فئة؟ أربع فئات حيث قسمت العناصر في الجدول إلى أربع فئات وقلنا جماعة هما أربع فئات نسبة إلى إلى مستويات الطاقة الفرعية وبناء عليه فإن الفئات كانت أربع قلنا عناصر الفئة S وعناصر الفئة وعناصر الفئة D وعناصر الفئة F أسألك بسرعة يلا فئة أي عنصر بتتعرف منين؟ بسرعة كده أنا ملخص من موضع دخول آخر إلكترون من موضع إيه؟ دخول آخر إلكترون موضع دخول آخر إلكترون هو اللي بيحدد الفئة أسألكوا بسرعة الفئة S كانوا كم مجموعة؟ A ليه مجموعتين؟ عشان عشان الـ S بيتشبع بإلكترونيين وبالتالي عناصر الفئة S كان لها التركيب الإلكتروني N S 1 or 2 لو الـ S كان فيها واحد يبقى في المجموعة 1 A ولو الـ S فيها اتنين يبقى المجموعة وهذه العناصر تقع في يسار الجدوى بينما اللي بعد كده حبيب قلب المحترم كانت عناصر الفئة مين؟ 2 عناصر الفئة P ودول كانوا 6 مجموعات وتتميز بالتركيب الإلكتروني N S 2 N P من 1 لحد كم؟ من 1 لحد 6 أنا بتكلم عن عناصر الفئة P مش عناصر الممثلة والمجموعات دي كان من أول المجموعة 3 A وصولا إلى المجموعة الصفرية اللي هم 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A والمجموعة مين؟ اللي فيها الغازات الخاملة عناصر الفئة دي كانت تقع إلكترونياتها الخارجية في المستوى الفرعي دي حبيب اللي مذاكر وتتميز بالتركيب N S 1 أو 2 صح؟ N D ولا N minus 1 D N minus 1 D من كم لحد كم؟ وده كانت بتبدأ من مجموعة لو فاكرين اسمها 3 B وتنتهي بالمجموعة 2 B اللي هم المجموعات 3 B, 4 B, 5 B, 6 B, 7 B 1 B, 2 B والمجموعات دي كانوا فيها مجموعة واحدة شزة وهي المجموعة التمنة وتشز المجموعة التمنة في حاجتين أنها مكونة من 3 أعمدة رأسية كما أن التشابه بين العناصر الأفقية أكبر من التشابه بين العناصر الرأسية أما عناصر الفئة F أستاذة المحترمة فإحنا قلنا كان يتميز بالتركيب الإلكتروني N S 2 N minus 2 F والF طبعا من 1 إلى 14 F دي بقى كان فيه 2 F كان فيه حاجة اسمها 4 F و 5 F 4 F تعرف باسم سلسلة اللان سندات وتقع في الدورة السادسة بينما 5 F تعرف باسم سلسلة الأكتندات وطبعا كان نطلوب منك حبيب قلبي في كل عنصر أنك تقدر تجيب رقم الدورة ورقم المجموعة والفئة اللي هو بينتمي إليها وتعلمنا إزاي أن يجيب الرقم الدورة ورقم المجموعة صح؟ طبعا أستاذنا المحترم لو العنصر تبع الفئة S 1 يبقى 1 A 2 يبقى حبيب أنا بشرح القاعدة بشرحش أمثلة لو العنصر تبع الفئة P كنت بتجمع إلكترونات S و P ويوضاف الحرف A أما هنا كنت بتجمع إلكترونات S و D ويوضاف الحرف الكلام ده طبعا معدل المجموعة التامنة وأخيرا في بتوع الفئة F لازم تعرف أن ال F كلها بالنسبة لنا تقع في المجموعة سري B لأنك بتجمع الاتنين اللي في ال S مع الواحد اللي في ال D بس كده ده بالنسبة للفئات بعد فئات العناصر اتكلمنا عن حاجة اسمها أنواع العناصر بنفكرها التاني بسرعة أما الأنواع العناصر كانت كم نوع قال لي لا أنواع العناصر بقى أربعة مش فئاتها إيه الأنواع حضريك بسرعة أيوة كده يبقى أنواع العناصر أربعة أسمع كانت العناصر في الأنواع إما أن تكون ممثلة وإما أن تكون غازات خاملة وإما أن تكون عناصر انتقالية رئيسية أو أن تكون عناصر انتقالية داخلية انتقالية داخلية إيه الفرق بينهم كلهم؟ عناصر ممثلة؟ قلنا جماعة هي عناصر الفئتين S و P معدى الصفرية وتتميز بامتلاء جميع المستويات معدى المستوى الأخير أما الغازات الخاملة فدي المجموعة من الصفرية وبتتميز بالتركيب الإلكتروني N S 2 N P عدى عنصر واحد كم من عدى الهيليم أما العناصر الانتقالية الرئيسية فكانت عناصر الفئة دي تقع في وسط الجدول أما الانتقالية الداخلية فكانت عناصر الفئة F وتقع أسفل الجدول زي ما احنا قلنا حيث تم فصلها أسفل الجدول حتى لا يصبح الجدول طويلا طب ده كده بالنسبة حضرتك للجزئية الخاصة بالفئات والأنواع صح؟ بعد ما أخذنا الفئات والأنواع قلنا لاحظ العلماء بعد ذلك أن هناك تدرجا في خواص العناصر الممثلة تدرج إيه بابا؟ فأخذنا حاجة اسمها تدرج خواص مين يا فندم؟ تدرج خواص العناصر الممثلة في الجدول ولذلك بنبهك تاني هو هتقول تدرج الخواص في الجدول وإنما قل تدرج الخواص في العناصر لأن الكلام ده يا باش مهندس اللي تشارك لك كان بيمشي من أول المجموعة وان إيه؟ وصولا للمجموعة وهنا نسألك تاني بسرعة أول خاصية اللي كنا بنين عليها كل كلامنا هي نصف مين؟ نصف فنسألك تاني نصف القطر ده جماعة نصف القطر الزري هل هو المسافة بين النواء أبعد إلكترون؟ لا لأن أصلا أستاذنا المحترم اللي مذاكر تبعا لمبدأ عدم التأكد أو تبعا للنظرية الحديثة يستحيل عمليا تحديد موضع وإنما قلنا أن نصف القطر هو نصف مين؟ هو نصف المسافة نصف المسافة بين إيه باش مهندس؟ بين مركزي زرتين مالهم؟ لا متماثلتين اللي قالت المتاحاتين سمعتك بين مركزي زرتين مالهم؟ بين مركزي زرتين ها؟ متماسلتين في جزء ماله في جزء سناء الزرة وشرحنا إزاي بنجيب طبعا نصف القطر وإزاي بنحل مسائل طول الرابطة؟ صح جماعة؟ الفرق بقى بين طول الرابطة التساهمية وطول الرابطة الآيونية أصلا إحنا عندنا الرابطة ممكن نعين في حاجة اسمها روابط تساهمية وفي حاجة اسمها روابط إيه؟ قلت لي والله بصة ميستر طول الرابطة التساهمية بيساوي ودي طول الرابطة الآيونية والله ميستر لو أنت بتتكلم عن رابطة تساهمية أولا فالربطة التساهمية بتنشأ من اتحاد وعنصرين أحدهما هم يقاسف هما الاثنين لا في لزار في الحالة دي بتكون طول الرابطة بيساوي نص قطر الزرة الايه الاولى زائد نصف قطر الزرة الثانية لان هنا المركب يتكون من زرات ولا من ايونات من زرات بينما مصر لو بتتكلم عن مركب ايوني فيبقى هنا نصف قطر الايوني الموجب زائد نصف قطر وعلمنا حضرتك ازاي تحسب سواء طول الرابطة التساهمية او الايونية وهنحل مع بعض ان شاء الله كمان شوية طب بعد كده اخدنا حاجة اسمها تدرج نصف القطر واللي كان مبني عليه كل حاد استنى بقى استاذنا المحترم المذاكر هيعمل ملخص لكل الخواص احنا مش خاضين بقى فقام ايه اللي بص بقى مستر احنا هنشرح نصف القطر بس وكل الكلام بعد كده هنقوله عن نص القطر نصف القطر في الدورات كان ايه اللي بيحصل له كان كلما اتجهنا من اليسار لليمين بزيادة العدد الزري كان ايه اللي بيحصل له كان بزيادة العدد الزري يقل لنقل وطبعا احنا عارفين ليه لو حد سألنا طب ليه بزيادة العدد الزري كان بيقل لنصف القطر كنا قلنانو والله اصل كلما اتجهنا من اليسار لليمين بزيادة العدد الزري تزداد الشحنة مين للنواة الفعالة للنواة فيزداد قوة جذب النواة المين ويقل لنصف القطر وعليها فان اكبر العناصر في نقه عناصر المجموعة بينما اقلها في نقه ويبقى نصف القطر كده في الدورات كان ايه اللي بيحصل له كان بيقل وطبعا احنا شرحناها طب تدرج نصف القطر في المجموعات كان عامل ازاي لا كان مختلف في تدرج نصف القطر في المجموعات كان كلما اتجهنا من فين لفين كلما اتجهنا ها من اعلى لأسفل ايه اللي بيحصل بقى بزيادة العدد الزري ايه اللي بيحصل بقى بقى مهندسة يزداد مين نصف القطر طب ايه السبب في ان نصف القطر كان بيزيد لا حضبطك بقى هنا لانه كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل يزداد عدد المستويات الممتلئة كان كل مرة بتحط مستوى هذه المستويات تحجب جزء من شحنة النواة فتقل الشحنة الفعالة اخر حاجة كما يزداد التنافر بين الالكترنات فيزداد نصف القطر وبالتالي نصف القطر كان ايه اللي بيحصل له كان بيزيد استنى بقى حبيب قلب المحترم لما تيه تشتغل نصيحة الوجه اللي بقى ده ده الملخص في فرق من الملخص وشرح طالب مذاكر ما يعملش بقى ما يعودش يذاكر لي واحدة واحدة بص بقى كل واحدة تقول تعرفها وتقول علاقتها بنص القطر وترسم رسمة كاملة اقولك ازاي اذا لو عايز تمسك الباب كده تبقى فارم الباب بسرعة بعد نص القطر شرحنا حاجة اسمها العلاقة بالنصف قطر الزرة ونصف قطر ليه الايون واحدة تنساها دي كمان عشان مهمة ايه العلاقة بالنصف قطر الزرة وايونها اولا الزرة ليها احتمالين احتمال تفقد الكترونات متحولة الى ايون موجب يعنينا لو عندي زرة اسمها اكس اكس دي احتمال حاجتين تفقد الكترونات تتحول لاكس موجب او تكتسب الكترونات تتحول لاكس ايه لو ده نصف قطر الزرة كويس ايه اللي يحصل لها لما تتحول لاكس موجب نصف قطر مالو وهنا كان عندنا سؤال بيقول علل نصف قطر الايون الموجب اصغر من نصف قطر اصغر من نصف قطر الزرة الاجابة لانه عند فقد الزرة للالكترونات تزداد الشحنة الفعالة للنواة فيزداد جذب النواة للالكترونات ويقل بينما عند اكتساب البش مهندسة دي للالكترونات بتتحول لحاجة اسمها ايون ايه والله لما بتتحول لعيون سالب تزداد الشحنة السالبة فيزداد التنافر بين الالكترونات ويزداد وعليه كان نصف قطر الايون السالب اكبر من زرته بينما نصف قطر الايون الموجب اصغر من زرته في مشكلة في الكلام ده يا سادزة ده كده بالنسبة لنص القطر بعد نص القطر بقى استاذا محترم ده اللي انا هنصحك به انك ترسم الرسمة وتقف بقى عليها تحكي كل اللي انا هحكي له عرفت تحكي كل الكلام ده يبقى حضرتك مذاكر ما عرفتش يبقى انت محتاج ترجع لمذاكرتك تعال بقى معايا على الجزء التاني عشان ارسملك هنا لسمة هتبقى كبيرة شوية بص يا حج تعال هنا يبقى اولا نص القطر كل الناس عرفها صح لو انا رسمت دي كده هرسم اللي جنبها اصغر صح واللي جنبها اصغر واللي جنبها اصغر واللي جنبها اصغر لحد ماوصل لمن لحد ماوصل ل7A وبالتالي يبقى الاكبر حجما في اي دورة عناصر المجموعة 1A والاصغر حجما عناصر المجموعة 7A ويبقى احنا في الدورات كلما اتجاهنا من اليسار لليمين اول حاجة بتحصل لان احنا لسه هنقول كلام كتير بقى طيب تعالي بقى بينما في المجموعات لو انت نازل هنا في اي مجموعوان اي او غيرها نص القطر يبدأ اي اي حصله ولسه يقالين برضو نص القطر بيزيد ليه تعال بقى هنقول كل حاجة على الرسمة دي اكتر من المرة اللي فاتت نبدأ بقى بص بقى حبيبي بس وانت بترجع بلاش كروتة بقى الباب التاني ده كله في ساعة بس اهم حاجة تعمل اللي انا يعمله ده بصي بابا شين انت قلت كده يقل نق تبدأ بقى خاصيها رقم اتنين كان اسمها جهد الايه فتقوم اي اللي نفسك التعريف لو مش عارف التعريف يبقى انت مش مذاكر عشان تبقى عارف انت مش مذاكر انت بس بيتهيألك انك مذاكر او الله العظيم فيه ناس كده يبقى يهيأ ليه انا كده زاكرت عملت العليا لا 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 ما اصجرتش قول التعريف ما اقولش التعريف يبقى مش مذاكر اصلا مصر انا مش عارف اسئلت اغتياني مش حاجة اسمها كده العلم مهما كان لازم يتخذ بالطريقة دي جهد التعيون هو مقدار الطاقة اللازمة لفصلة او ازالة اقل الالترونات ارتباطا بالنواة والزارة في الحالة المفردة لان كل تفصيلة صغيرة في التعريف ده زي ما انت شفت ما هو ممكن يجيب لك المادة مش في الحالة المفردة الغازية ويقولك ده جهد التعيون لا مش جهد التعيون تشوف تفصيلة هي جوا التعريف صح ولا غلط مش بس كده بعدها تقوم مكلم نفسك وينقسم جهد التعيون الى عدة انواع جهد تعيون اول جهد تعيون ثاني جهد تعيون ثالث وتشرح لنفسك الفرق بين الاول والثاني والثالث واحنا شرحنا الفرق بين الثلاثة طب استنى وبعدين تقوم شرح بقى ايه اللي بيخلي جهد التعيون يقل ويخليه؟ المحترم اللي مذاكر ما زكت بقى المذاكره؟ جهد التعيون ايه مستر يتوقف على عاملين؟ مش عامل واحد انا مذاكر كويس واحد، يتناسب نصف القطر تناسباً عكسياً مع جهد التعيون يبقى هنا يقل لنقل فيزداد اول حاجة هي جهد ايه؟ التعيون حيث يتناسب جهد التعيون تناسباً عكسياً مع نصف القطر يبقى هنا لو جاب لك عنصرين في نفس الدورة وقال لك هو ليه جهد التعيون ده اكبر من ده؟ اول حاجة هتوزع وتقول بما ان العنصران يقعان في نفس وكلما اتجهنا من اليسار الى يقل لنصف فيزداد جهن بس بص بقى اللي مذاكر قال لي بس فيه عامل كمان بيخلي جهد التأيون كبير قلت له هو قال لي يكون جهد التأيون اكبر ما يمكن اذا كان يؤدي الى كسر نظام الكتروني مستقر واللي مذاكر الانظمة الالكترونية المستقرة ثلاثة مستوى رئيسي ممتلئ مستوى فرعي ممتلئ مستوى فرعي نصف ممتلئ لو عندك حالة من الحالات دي مع نصف القطر اوعى تركز على نصف القطر بس اوعى تنسى يكون جهد التأيون كبير جدا اذا كان يؤدي الى كسر نظام مستقر وقلنا الانظمة المستقرة وبكده ابقى انت عرفت ايه اللي بيخلي جهد التأيون يزيد اول يقل واحد يتناثر عكسيا مع اتنين يكون كبير جدا اذا كان يؤدي الى كسر نظام الكتروني بينما العكس هنا هنا كان بيزداد نقف يقل اول حاجة من جهد التأيون استنى كده انت خلصت اول خاصية وذكرت شتوقت بقى تحلى امثلة امثلة دي في الحل انت بترجع الاول بترجع مذاكرة طب التانية بعد جهد التأيون كان عندنا مصطلح مين قال لي مصطلح الميل قال لي بص بقى مستر مصطلح الميل ده زي ما انت شرحت لي في الحصة انا فاكر كويس الشرح فجهد التأيون كنت انت بتدي الزرة طاقة فهي تخرج لك اقل الالكترونات ارتباطا بالنواة بينما في الميل بقى مستر انت بتدي الزرة الكترون فهي تقوم مخرج لك مين حبيب قلبي هي تقوم مخرج لك طاقة ولذلك اول حاجة ترجعها ما هو الميل هو مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الزرة المفردة الغازية الكترون اللي بعده تدرج الميل بيعتمد على كم حاجة اللي مذكر اتنين هو كمان الميل هو كمان كان بيعتمد على حاجتين واحد يكون الميل الالكتروني يتناسب تناسبا عكسيا مع نقه وبما ان هنا كان نقه بيقل فيزداد الميل الالكتروني طب تعالى عن ناحية التانية بينما في المجموعات كان بيزداد مين نقه فيقل جهد التأيون والميل والميل الالكترون يبقى كمان الميل هنا بيقل بس هالجي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الميل عندك يزيد او يقل لا قال لي يكون الميل اكبر ما يمكن اذا كان الالكتروني المكتسب يؤدي لوصول الزرة لحالة بينما يا جماعة يكون الميل اقل ما يمكن اذا كان يؤدي الى خروج الزرة من حالة كده انت ذاكرت الميل متوقف على ايه لازم تبقى المذاكرة كده بابا وكده يبقى انت ذاكرت علاقة الميل بنص القطر وامتى الميل يكون اكبر ما يمكن وامتى الميل يكون اقل ما يمكن ولذلك انت ممكن هنا تكتب حتى كده في الملخص بتاعك تقول له جهد التأيون غير نص القطر الملاحظات يكون امتى يكون اكبر ما يمكن بنرجعنا تاني جهد التأيون امتى اذا كان يؤدي الى كسر نظام ماله وطبعا دي ما بتبقنش غير بالتوزيع واحنا قلنا يعني ايه نظام مستقر مستوى رئيسي ممتلئ او مستوى فرعي ممتلئ او نصف ممتلئ كمان لما جيت تتكلم عن الميل تعالى الميل في حاجة كمان بتأثر عليه غير نقق اكتبها يبقى هنا يكون الميل اكبر ما يمكن اذا كان يؤدي لوصول الزرة لو هيوصل الزرة لحالة اذا كان يؤدي لوصول الزرة لحالة الاستقرار والعكس صحيح وبكده يبقى انت خلصت الجزء الخاص بجهد التأيون والميل الالكترون تخش بعده على السليبية تقوم راجع اول حاجة المصطلح مين السليبية الكهربية دي السليبية الكهربية هي قدرة الزرة على جذب مين نحوها على جذب الالكترونات الرابطة نحوها طب تتناسب السليبية تناسبا برضو عكسيا مع نصف القطر يبقى في الدورات كان نصف القطر بيقل فتزداد اهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نص القطر بس. السليبية بتعتمد على عام الواحد فقط. نص القطر يقل سليبية تزيد. بينما نص القطر يزيد السليبية ايه اللي يحصل لها? السليبية ايه? ده بالنسبة عندك للجزئية الخاصة لحد كده نصف قطر جهد تأيون. مين الالكترونية سليبية ايه? كهربية. استنى بابا. فيش الكلام ده? فلزية ولا? فلزية. المحترم. اولا في تصنيف العناصر الى فلزات ولا فلزات. مين اللي صنى في العناصر? بريزيلياس. اول من صنف العناصر الى فلزات ولا فلزات الى ايه? بريزيلياس. وذلك لوجود فروق واضحة في الخواص بينها. زي البريق واللمعان والتوصيل الحراري والتوصيل الكهرابي والقابلية للطرق وجرها من الخواص. وبناء عليه قسم بريزيلياس العناصر الى كم نوع? اربع انواع. فلزات ولا فلزات. واشباه فلزات. وغزات خملة. لازم تكون عارف الفلز يتميز بايه? لا فلز يتميز بايه? مش هاسمها معرفش اقول. وما بش حاجة اسمها الفكرة مش مترتبة في دماغي. داخل اشتغل انا زي زي مدرسي. الفلزات? عناصر مستوى طاقتها الاخير يمتلق باقل من نصف الساعة. لها بريق معدني. قابلة للطرق والسحب والتشكيل. صح كده? جيدة التوصيل الكهرباء لكبر نص قطرها وسهولة حركة. عناصر كهر ومجابة حيث تميل اثناء التفاعل الى فقد الالكترنات متحولة. الى ايونات مجابة? تتميز بكبر نصف القطر. ها? وصغر كل من جهد التأيون والميل الالكتروني والسالبية الكهربية. اطلع من كل ده بجملة مشهورة قوي. هنا تتميز الفلزات بكبر مين? بكبر نقل. عشان لما بص على حاجة زي كده في الدورة الوحدة. يبقى اللي موجودين الناحية دي ايه? اقوى الفلزات. وهو انا رايح كده. ايه اللي بيحصله? يبقى استنى استنى. كلما اقل نقل في الدورة استنى. اشترح خلق هنا كمان. مين الصفة اللي بتقل ومين الصفة اللي بتزيد? اللي سهلة. يبقى كده هنا. تقل الفلزية. وتزداد. اللي الفلزية صح ولا غلط? بينما في المجموعات حضرتك وين تنازل لتحتي كان ايه اللي بيحصل? بيزيد نصف القطر فتزداد الصفة مين? وعليها كان اقوى الفلزات هو عنصر السيزيام يقع اسفل يسار الجدول ولو حد سألني هو ليه اقوى الفلزات هقوله لانه اكبرها من حيث نصف القطر. تيجي بعد كده تخش على اللفلزات. اللفلزات عناصر جلافتك فوقها يمتلئ باكسر من نصف الساعة. ليس لها بريق معدني غير قابلة للطرق والسحب والساني. رضيئة التوصيل للكهرباء لصغر نصف قطرها. وصعوبة حركة الكترونات غلاف التكافؤ. عناصر كهره سالبة. لانها اثناء التفاعل تميل اكتساب الكترونات متحولة الى ايونات سالبة. تتميز بصغر. ودي اهم حاجة. تتميز اللفلزات بصغر مين? صغر نق وكبر كل من جهد التعين والميل والايه? وبالتالي ما انت قلت هو وتزداد الله يبقى هنا اللفلزية بتزيد. بينما هنا تزداد الصفة الفلزية وتقل الله كده حتى الصفة الفلزية واللافلزية شرحتها تدرج مع نصف ايه? القطر. تخش بعد الفلزية واللافلزية على اشباه? اشباه الفلزات المحترمة من مذاكر. هي عناصر لها مظهر ومعظم خواص اللافلزات. متوسطة كل حاجة في نص قطرها وجهد تأيونها وملها وسليبيتها حتى انها متوسطة في التوصيل الكهرابي. وعشان هي بتوصل الكهرباء بشكل متوسط تعرف باسم اشباه الموصلات. لان توصيلها الكهرابي اقل من الفلز واعلى من اللافلز. عناصر اشباه الفلزات في الجدول كلها موجودة ناحية اليمين. وهي على الترتيب بورون سيليكون جيرمانيا زرنيخ انتيمون تليريام وستاتين اللي عليه الخلاف ممكن تكتبه كمان. بورون سيليكون جيرمانيا زرنيخ انتيمون تليريام استاتين. ده معنى مذاكرة بابا. معنى مذاكرة بص انا عايزك مسيطرة على منحجك. مش هاسمعه بص. كده. كده ده بص بابا. نص نص ده هاخضل نعلمك. بابا. وانت في حياتك كده هم حكتين. يا تعمل العمل يا ما تعملوش. رايح دماغك. يعني بص انا عايزك تعمل حاجة حلوة. يا تشتغل يا ما تشتغلش. حلوين دول. ليه بقى? لان انت لو اشتغلت هتحقق حاجة جدا. ولما ما اشتغلتش خلاص. هتزعل على ايه? انا ما اشتغلتش صح. فما فيش محصلة لتعبي وشغلي. انا ما اشتغلتش في خلاص. ما حصلش حاجة. صح ولا غلط? نص نص دي بقى كارثة. نص نص دي ملعاش اي ستين لازمة. فلا منك ما اشتغلتش فريحت. ولا منك اشتغلت فحققت. صح ولا غلط? لما تبص لها كده. ايه ده? والله الراجل ده بقول كلام زي الفن. انا حاجة من اتنين. يشتغل بضمير يا ما اشتغلش. نقفلهم بقى. هو ده الصح. ان انا لو اشتغلت بضمير. انا لا. انا هعمل حاجة محدش عملها قبل كده. انا حب اقولك ان اي واحد اللي هيشتغل بضمير بس. يوم هتقرر تشتغل كل شغلك ببضمير. انت هتبقى في حتة تانية. ماناش دعوة بقى. في الحتة تانية ليت مجال ايه? بس انت هتبقى حاجة ملعاش حال. او ما تشتغلش. فده مريح برضو في حاجة. ان انت لما مش هتشتغل. مش هتوصل لحاجة. واخد بالك. فهتفضل خلاص. شخص مجهول وملكش لازمة. بس المهم انه ما فيش حاجة تزعلك. عارف ان ايه ما زعيتش? ان انا اصلا ما اشتغلتش. وبنان عليه انا اصلا ما كنتش متوقع ان انا هوصل. صح? بس. اما الشغل بقى جماعة اللي انتو بتسموه ده نص نص. اللي هو بيعملوه معظم الناس فينا. فده مش مقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ام? اذكن عملك بقى. فهي تشتغل بضمير يا ما تشتغلش. هم دول اختيارين اللي قدامك. اما نص نص يا ابني فانت خسران. دي خسارة كبيرة. نص نص دي اكبر خسارة. عامل زي واحد ربنا اقولك عنه في القرآن. خسر الدنيا والاخرة. يخرب بيتك. عملتها ازاي دي? خسرت الاثنين. يعني بص في الدنيا. في واحد بيبقى اسمه من اهل الدنيا. بيحب الدنيا بس. لو ايه? عايش ومش عامل حساب بقى ان فيه ربنا وان احنا هنموت وهنتحاسب. اه خلاص. هو كافر بالله. مش مش فارق معاه. بس ده كسب مين? كسب الدنيا. في الاخرة يتنفخ. صح والغلط? حلو. وفي واحد تاني? لا. بيعبد ربنا وخايف منه وعايز يخش ايه? الجنة. فده كسب ايه? الاخرة. وبقى مين? وبقى الدنيا. في بقى واحد تالت ده بقى اخبر اخبية. اهل اخد دنيا? ولا اخد اخرة. طب ليه? هو انت اخد واحدة. طب خليك زكي. ولزك حط مصر بنقولك ايه? خسر الدنيا والاخرة. ذلك ايه? زلك هو الخسران والمبين. طب ليه يا ابني انت حطيت نفسك في حتة كارثة? بص ده اكبر خسران. اكبر خسرة انك تخسر الاتنين. فانا بقولك اوه. انت قدماك حل من دلوقتي. يتقرر انك تشتغل وتبقى حاجة مختلفة. وطالب كده ملاكش حل. وده الطبيعي التاعب بازن الله وربنا يكرمك لي. يا ايه ما تقرر انك انت بقولك ايه? مش لازم بقى. مش لازم ان شاء الله بعدين كده بازن الله ربنا يكرمنا ونبقى كويسين. مش مشكلة. لكنها مش هشتغل دلوقتي. اما بعد نص نص ده اللي هو ماشي عليه معظم الناس ده بلاش منه احسن. انا صحتك. لان انا كل ما اجأس الواحد يعني بلاش منها. يعني دي بلاش منها. بلاش منها اصلا. قلته احسن. في حاجات كده قلتها احسن. قلت الشغل اللي هو بابو نص نص ده. ماينفعش. مش عايزينه. فهين لابد بالك. بعد الصفة الفلسية واللافلسية. دخلنا على الحموضية القاعدية. استاذ من المحترم تنقسم الاكاثيات لتلت انواع. اكاثيات القاعدية. الأكاثيات الحموضية. كثيرين مذاكر. اكاثيات عناصر لافلزية تزوب في الماء مكونة أحماض أكسوجينية تتفاعل مع القلويات معطية ملح وماء أكسيد إيه أنت قلت لافلزية خلاص أنت عارب زي ساني أكسيد الكربون ساني أكسيد الكابريت ساليس أكسيد الكابريت أكسيد النيتروجين خمس أكسيد الفسفور ولك إيه أي أكسيد عنصر لافلزي طالما أكسيد للافلز يصنف الأكسيد هنا بأنه أكسيد ماله حمده لا تخش على الوراء أما للأكسيد القاعدي كان أي لا هو أكسيد عنصر فلزي الكلمة فاكرت منها أصل الأكسيد مستر القلوية كانت نعين فيه بيدوب في الماء اسمه قلوي وفيما بيدوبش اسمه قاعدي يبقى منها ما يزوب في الماء معطية قلويات ويتفاعل مع الأحماض معطية أما النوع الثالث من الأكسيد حبيبة قلب اللي مركزة هنا فكان عندك حاجة اسمها الأكسيد المترددة هي أكسيد تتفاعل مع الأحماض سالكة سلوك ومع القلويات سالكة سلوك وفي الحالتين تعطي ملحه إيه؟ وكان من أشهر الأكسيد المترددة أكسيد الألمونيوم أكسيد الأنتيمون أكسيد القصدير أكسيد الخرسين طب لما تيجي تتكلم عن تضرق الصفة الحمدية والقاعدية؟ نعم ما هو تقلل في الزي دي بص ربط الكلام يعني تقول لي معاها مين؟ القلوية وتزداد مين؟ اللافل الزي يعني تزداد مين؟ حمدية والعكس صحيح الناحية التانية صح كده؟ بس مش محتاجة فلزية تزيد قلوية تزيد طب لا فلزية هي اللي بتزيد صفة ليه؟ وبناء عليه عناصر المجموعة وان ايه؟ المحترم اللي مذاكر كانت بتكون أقوى؟ القلويات ما هي أقوى اللافل الزي دي أقوى لإيه؟ بينما عناصر المجموعة 7A كانت أقوى اللافل الزي دي فتكون لك أقوى الأحماض اللي هم 4 أحماض كان اسموهم الأحماض الهالوجينية اللي مذاكر HF, HCL, HBR, HI اللي هم هايدروفلوريك, هايدروكلوريك, هايدروبروميك, هايدرويوديك دي كانت أقوى الأحماض عندك أو الأحماض الهالوجينية بس استنى كان فيهم بس واحد اللي يعتبر ضعيف HF فاكر الحمضية هنا كانت بتزيد ازاي؟ اللي طبعا كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل تزداد الصفة الحمضية كانت بتزداد الحمضية ليه في المجموعة دي؟ لسهولة انفصال برافا عليك يا بابا تزداد الحمضية لسهولة انفصال أيون مين؟ ده في المجموعة 7A صح؟ بينما في المجموعة 1A كانت بتزيد الصفة القلوية لسهولة انفصال مين هنا بقى؟ هنا الحمضية بتزيد في 7A لسهولة انفصال اله بينما القلوية بتزيد في 1A لسهولة انفصال اله ده بالنسبة لتدرج الخاص لحد مين ومين حضرتك الحمضية والقاعدية؟ بعد كده دخلت حضرتك على حاجة اسمها قوة الأحماض؟ ستاست المحترمة الأحماض الأكسجينية احنا اخدناها دي أحماض تتميز بأن فيها H بالإضافة لوجود مين؟ الأكسجين السؤال بقى كنت بتتعرف ازاي الحمض ده قوي ولا ضيف؟ قال لي لا الأحماض الأكسجينية الأول بتكتب بصورة اسمها الصورة الهايدروكسيلية اللي هي M O N O H by M ممكن اسمع مين N ده ومين M؟ قال لي آه حيث N ده مستر عدد زرات الأكسجين برافو عليك اللي بترد الغير أو ينفع أقول المرتبطة بمين؟ برافو عليك اللي قالت الغير مرتبطة بالهايدروكين يعني مرتبطة باللافلز هو هيكون الطالب بتاعنا حافظه كلمتين وخلاص فيقول لك المرتبطة بالهايدروكين ييجي في الامتحان يقول له ايه؟ الغير مرتبطة بالهايدروكين ييجي في الامتحان يقول له المرتبطة باللافلز يقول لك لأ غلط ليه؟ هي هي هي؟ ما هو القول لما ارتبطش بالهايدروجين بيفضل مرتبط بمين؟ باللافلز أما المين أم يا محترم؟ عدد مجموعات الهايدروكسايل عدد مجموعات مين؟ طيب أستاذنا المحترم قوة الحمض الأكسوجيني كانت بتعتمد على إيه؟ وتعتمد قوة الحمض الأكسوجيني على عدد زرات الأكسوجين الغير مرتبطة بالهايدروجين ولذلك لو جاب لك مجموعة أحماض وسألك على مين الحمض الأقوى هتقوم كتب الأحماض الأول كلها على الصورة الهايدروكسيلية وبعد ما تكتب الأحماض على الصورة الهايدروكسيلية تشوف مين أكبر حمض في عدد زرات أكسوجين لم ترتبط بالهايدروجين بس كده ده بالنسبة لقوة الأحماض الأكسوجينية ونهاية مسيادتك دخلت على حاجة اسمها أعداد التأكسود وأعتقد جماعة أن احنا أعداد التأكسود اضربنا عليها الحصة اللي فاتت ولسه إن شاء الله هنحل عليها دلوقتي مع التأكيد على حاجة أن أعداد التأكسود حضرتك بتذاكر مين؟ أنا أنا بذاكر الثوابت عشان أعرف أحسب بيها المتغيرات أما الثوابت فحبيب قلبي لازم يكون بذاكرها اوعى اوعى تخش امتحان اخر السنة بتاع السنة دي ولا حتى أو نصف سنة اوعى تخش كمال الترم التاني وانت مش حافظهم كويس حضرتك هتحتاجهم تاني الترم التاني فما تخليش بص ما تقولش ايه؟ اه والله انا كنت معرفش ايه بابا مجرد ما بتأثر دلوقتي وانا قلت انت لو كنت اتفرجت على التعليقات على الفيديو هتلاقي طالب التالت سنة ودخل مع الله يقول لك الماضي انا كان عاملني مشكلة وزبط معايا دلوقتي بقول لو ما زبطش من دلوقتي هترجع تعاني بعد كتس وليه احنا بنشاور لك حضرتك ناوي ان شاء الله تكون كويس؟ ده الطريق طريق بقى الأزم تسلكه حتى لو كان طويل هو ده الطريق احنا بنشاور لك احنا وظيفتنا نشاور لك بس مش وظيفتنا كمان ان احنا نلزمك عشان تبقى عادف احنا وظيفتنا ان احنا نقول لك بص يا ابني ده الطريق اللي يوصلك للنجاح بشكل جيد التزم عارفت فالزم التزم اللي احنا ولنلك عليه طب ما التزمتش وكبرت دماغك خلاص انت ليك مطلق الحرية بس ما ترجعش في النهاية برضو لانك هترجع وتصيحه السنة الجاية وتقول ياه 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 هي كم ياه ياه هي كم ياه هي كم ياه ده في ناس اصلا بتفضل عايش حياتها كلها وربنا يقول لك عليهم بص يجي يوم القيامة ياه يا ايه يا حسرته على ما فردت في جنب الله يعني يا ريتني كنت طعت ربنا بالاول انا ما قطعتش يا ربنا بص ابني سبعين سنة عايش وانا في السبعين سنة كنت بعصيه لما خلاص مات بقى وجاية حاسب يقولك ان تقول نفسه يا حسرته طب ما اكمل اول ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رسل وقال لك بص اهو ده طريق الحق ده طريق الحق ده طريق الحق وانت بص يا عم لا مفيش انت قاعدت تنكر تنكر لحد ما جيه وقت حسابك خلاص نبقاش ينفع الندم صح والله غلط انت بقى ما تبقاش غبي اعتبر باللي قبلك اللي قبلك كان بيعمل كده ويلجع قولك ياه يا ريتني كنت يا ريتني كنت يا ريتني كنت يا ريتني دي ما لهاش لأي لازمة خلاص بس ما تقولش لو انت دلوقتي في الوقت اللي ينفع فيه ما تقولش لو لان انت قادر تشتغل وتعمل عشان ما تقولش لو اما لو وصلت للامتحان وانت مش جاهز فهتوقع تقول لو ويا ريتني وبلاش انا وبحبش لا يا لو ولا يا ريتني ما حب قومش ام الاثنين الاثنين مش حلوين خالص كلمت فاهم يا استاذ فهمت تعمل لنفسك ملخص ازاي لازم ملخص كده بسيط تبقى انت قاعد فاهم انت عملت ايه ده جماعة بيقوله بيقع ليه ملخص شرح لازم تعمل ملخص لشرح الباب ما ياخدش معاك اكتر من ساعة ما هو بص انا لما اخدش امتحان اخر السنة تخيل انا عندي بابين الباب بياخد عندي في ملخص المذاكرة ساعة يبقى انا رجعت البابين شرح في قد ايه في ساعتين واعد حلو لكن واحد تاني تلاقيه ايه قاعد بقى مستني ان هو يعمل ملخص لنفسه ياخده عشر ساعات يا راجل يعني انت تعمل ملخص في عشر ساعات يعني البابين عايزين كم ساعة طب ما خلاص كده ايه بقى الامتحان عدة انت بتعمل ايه احنا عايزين ملخصات كلمة ملخص يعني ده لازم يكون متذكر الاول وعلى فكرة الملخص ده ما يتعملش ايه الا انت عامل ايه لو مذكر الباب كويس من اول تيجي تداجع تلاقي الموضوع سهل ده كده بالنسبة للجزئية الخاصة بالباب التاني واحنا بنشتغل ان شاء الله هنراجع كمانا على الباب الاول نبدأ باسم الله يلا يا سادزة سؤال رقم واحد بيقولك عناصر ايه في عنده الدورة الواحد ما تبصش الاختراط هو قال عناصر الدورة صح ايه المانع ايه المانع انا لو قال لي عناصر نفس الدورة ان انا قوم عامل ايه ان انا ماسك عنصرين اعمل لنفس فرد ايه عنصرين جنبه بعض مش كده نفس الدورة واقوم فرد اي حاج انا عن نفسي خالد على قد وهم تكاتب اني احداشر وجنبه ام جي مين مش دول نفس الدورة ومافيش منع ابدا ان انا وزع كمان يلا يا عم ان شاء الله معنا حد احوش بص جماعة انا حريص على الدرجة انا مش هخش الامتحان انا عشان فلان يزبقني او علان يزبقني محدش يزبقني سدي اس تو تعالى بقى كده انا بص كويس اعرف اقولك كل حاجة طيب لها نفس عدد الكترنات التكافؤ غلط دمعه الكترون واحد دمعه اثنين لها نفس الخواص غلط اللي بعده لها نفس عدد مستويات الطاقة الرئيسية صح يعني العنصرين دول كل واحد معاك مستوى ثلاث مستويات لها نفس العدد الزري غلط يبقى عناصر الدورة الوحدة بالجدول الدوري لها نفس عدد مستويات الطاقة الرئيسية اللي بعده تتشابه عناصر مين المجموعة الوحدة في الخواص لانها مفيش مانع مفيش مانع هو قال المجموعة الوحدة امتقيل لنفسي على سبيل المثال اني احداشر وتحتيك مين حبيب قلب المحترم ام قيل لي نيون عشرة مع ان انا عارف اصلا هم متشابهين في ايه لا بس يلا معلش ارجون 18 4S1 يلا بقى طب دي شبه بعض في الخواص ليه تحتوي على نفس عدد مبروتونات لا طب بها نفس عدد مستويات لا تحتوي على نفس عدد الكترنات غلاف التكافؤ اه متسوية في الكتلة الزريئ غلط يبقى عناصر اي مجموعة بيكون لها نفس الخواص او متفقة في الخواص وذلك لاتفاقها في عدد الكترنات غلاف التكافؤ اللي هو التوزيع الالكتروني في المستوى الاخير ايا من الدورات التالية من الجدول الدوري تحتوي على جميع انواع العناصر الدورة السادسة برافو ولذلك يا جماعة فيه ملاحظة يقولك الدورة السادسة زي ما انا قلت تعبر عن الجدول تعبيرا حقيقيا ليه؟ لان دي الدورة يا جماعة اللي فيها عنصر ممثل وفيها غاز خامل وفيها انتقال رئيسي وفيها انتقال ماله داخلي فيها كل حاجة موجود الدورة السابعة يمكن كان فيه كلام عليها ان هي يعني فيه كلام في اكتمالها بالغاز الخامل الاخير ده انه هو موجود او مش موجود وبالتالي الدورة الوحيدة اللي مكتمل اكتمال تأمي بدون اي جدال هي الدورة كام؟ السادسة اللي بعده اي مما يلي يعد صحيحا فيما يتعلق بالدورة الايه؟ انت عايز تتعلم تحله ولا تقول كده وخلاص انا اول ما قال لي بالدورة الرابعة في الجدول الدوري تعمل ايه؟ من قبل ان تبص الاختيارات بص يعمل ايه؟ بص العائل لما يبقى حل وده المطلوب منك الوحيدة عمل ايه؟ ما هو بص؟ هو فاهم ان الدورة الرابعة في الجدول الدوري انا بص على مبدأ البناء صح؟ مبدأ البناء فيه فور اس وثري دي فور بي تعال بقى تشتمل على اربع انواع من العناصر دي فيها اربع انواع طب الراحة دي فيها ايه؟ دي فيها ممثل وخامل وانتقالي رئيسي يعني فيها ثلاث انواع بس ما فيهاش انتقالي داخلي ما فيهاش اف يبقى تشتمل على اربع انواع؟ لا طب تشتمل على عناصر انتقالية داخلية؟ لا تشتمل على ثلاث انواع من العناصر؟ صح تبدأ بعنصر ينتهي توزيعه الالكتروني بسري اس وان الغلطة هنا انه قال سري اس وان هي فور اس وان اللي بعده تتشابه عناصر المجموعة الوحدة في كل مما يلي ما عدا تعال نبدأ دي كلها اوجه شبه في المجموعة الوحدة يا عم استنى والله مغسرة فيك تاني وزعت السوديوم نيون عشرة سري اس وان ووزعت البوتاسيوم ارجون 18 فور اس وان عشان ما عايش بس ما اطلقبطش هو بيقول ان عناصر المجموعة كل دي اوجه شبه معده واحد نبدأ لها نفس عدد الكترونات غلاف التكافؤ صح ده وجه شبه الالكتروني الاخير لكل عناصرها له نفس عدد الغزل المنطيسي او نفس الكم اسف الكم المنطيسي صح كلها هنا جماعة هيبقى م اللي بتاعتها بصفر الالكتروني الاخير في كل منها له نفس عدد الكام الرئيسي والسنوي لا هو السنوي صح لكن الرئيسي لا طب اخيرا الالكتروني الاخير لكل عناصرها له نفس عدد الكام المنطيسي صح يبقى هنا جماعة الوحيدة اللي غلط هي مين هي جين ليه لانهما لا يتفقان في عدد الكام الرئيسي عدد الكام الرئيسي اللي عناصر ده كام وهنا كام وهنا اربعة جميع دورات الجدول الدوري بقول جميع دورات تبدأ بعنصر ممثل وتنتهي بانتقاله رئيسي لا طب تبدأ بغس خامل وتنتهي بممثل طب تبدأ بممثل وتنتهي بعنصر نبيل صح طب تبدأ بعنصر ممثل وتنتهي بآخر ممثل لا هي تبدأ بعنصر ممثل وتنتهي بعنصر نبيل مجموعة الصفرين طب جميع عناصر الدورة الوحدة دي بين بقى جماعة تتفق فين على طول عدد المستويات الرئيسية اللي هو عدد الكم الرئيسي عنصر له التوزيع الالكتروني القاتي ما تبصرش للاختيارات يقع في الدورة الكام رقم الدورة من جنب الاس يبقى الراجل ده الدورة الكام الرابعة استنى استنى هات رقم المجموعة 4B ممتاز أجمع اس ودي وحط الحرف بي الفئة مين الفئة دي لأنه آخر الالكترون داخل في الدي نوع لعنصر انتقال الرئيسي ولا داخلي انتقالي رئيسي يبقى تعالى انتقالي يقع في الدورة التالتة غلط طب انتقالي يقع في الدورة الرابعة صح طب انتقالي يقع في المجموعة تو ايه لا 4B ممثل يقع في الدورة الرابعة غلط يبقى الصح انتقالي يقع في الدورة الرابعة اللي بعده التركيب الالكتروني العنصر يقع فين والمجموعة مين يا رجل ده انت من غير مطبص اول ما قالك في الدورة الرابعة قمت انت ماسك ارجون 18 ودخلت فور اس هو عايز المجموعة تو ايه يبقى الاس فيها كام يبقى ارجون 18 فور اس تو يبقى العنصر عندك الاختيار رقم به اللي بعده تعال بقى سلاسة عناصر ايه ايه وبيو سي ركز بقى تقع في دورة واحدة وفي سلاسة مجموعات متتالية بالراحة فا اذا كان العنصر ايه يقع فين فان العنصر سي ينتهي تركيبه بنوء بالراحة بس يعني ايه العنصر ايه يقع في دورة الثالتة بس 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 يبقى العنصر ايه نيون 10 سري اس 1 صح يبقى العنصر اللي جنبيه سري اس 2 صح يبقى العنصر اللي جنبهم يبقى العنصر اللي جنبهم هيكون 3S2 3P1 مش هو قال 3 مجموعات من التالية لو الاولاني يقع في 1A يبقى اللي جنبه في 2A ويبقى اخر واحد فين في 3A وعشان يطلع في 3A يا جماعة يبقى 3P كام 3P1 طب ممكن اسألكوا سؤال طب بما ان توزيعه بينتهي كده يتميز بكبر جهد التقاين الكام على ميه لكم على ميه لكم اهو الراجل اهو يتميز بكبر جهد التقاين الكام غلط الرابع وهنا ننبه على حاجة ده عنصر الالمونيوم يفقد الثلاثة الكترونات دول بسهولة ويصعب فصل الرابع لانه يؤدي الى كسر النظام الكتروني وهنا بقى ننبه على حاجة طلابنا المحترمين واحنا تقولك طب ما احنا هنا هنكسر الاس والله يا حبيبتي كسر الاس ما هو الصعب الانظمة الالكترونية المستقرة الاس فيها لا يمثل حالة استقرار عالية وانما حالة الاستقرار الكبيرة هنا المين ولذلك سؤال اي عنصر زي الالمونيوم في المجموعة سري ايه انت نفسك اي لف اعداد التأكسل عدد تأكسله في مركباته موجب ثلاثة لانه يصعب فقد كم الالكترون ويصعب فصل الالكترون الرابع حيث ان فصل الالكترون الرابع هيؤدي الى كسر اللي هو الغاز الخامل صح كده بس اللي بعده ايا من اعداد الكم الاتية للالكترون الاخير تدل على عنصر ايه تعالوا نتفق على حاجة هو عشان يكون ممثل لازم يكون يا ايه ما تبع الاس يا ايه ما تبع البي بس استنى بس عشان هيدحك علينا طب نبدأ باول واحدة ان بكم وإيه اللي بكم يبقى انت هنا في سري دي لأ اقفل الباب ده يا ابني صح الباب ده ما ينفعش خالص تعالوا نبص في الباب اللي بعده لا استنى كمان وجيم كمان يقفله صح لان ده فور اف تعالوا بقى ان بكم بواحد وإيه اللي بكم يبقى وان اس صح هو في وان اس كمل ام ايه اللي بكم وام اس بكم فاهم يعني ايه ام اس بسالب نص يعني الالكترون مزدوج يعني الاس هنا فيه كم الالكترون ده كده عنصر ممثل لأ ده غاز خامل برافو عليك اللي هيتغر بقى هنا قولك ايه ما خلاص هو في الاس غلط بان ده وان اس تو ولو وان اس تو ده يبقى غاز مين الهيليم وغاز الهيليم ممثل ولا خامل لان مستوى الطاقة الاخير له ممتلئ بالالكترونات بينما هيطلع الصحة عندك رقم كم تعال نشوفهم مع بعض ان بكام بتلاتة وقل بواحد يبقى سري بي وان ماسك قلمه ام قل بكم ام قل بسالب واحد طب يبقى هنا وام اس بسالب نص يبقى الالكترون اللي هيزدوج هنا يبقى سري بي فور البي لما يكون فيها اربعة يبقى العنصر ده ممثل ولا طبعا ممثل ولو عايز رقم مجموعته يبقى المجموعة سيكسية يبقى العنصر الوحيد في الاربعة دول الذي يمثل عنصر الممثلا هتكون اعداد الكم بتاعته ان بثلاثة اللي بواحد ام اللي بسالب واحد وام اس بكم بسالب نص اللي بعده تتميز الفئة دي بالجدول الدوري بكل مما يأتي معده يعني كل ده بيوصف الدي معده واحدة تحتوي على عشر اعمدة صح تحتوي على تمام مجموعات صح تقع في منتصف الجدول صح تحتوي على عشر اعمدة طب ليه غلط ايه ما انا بسأله هو قالك تحتوي على عشر اعمدة انت قلتوا صح طب تحتوي على تمام مجموعات قلتوا صح تقع في منتصف الجدول صح تحتوي على عشر اعمدة غلط تحتوي على اربعين عنصر عارفين انتوا فكرتوا في عشر ايه في كل سلسلة هو قال في كل سلسلة هو ما قالش ogni سلسلة هو يقول الفئة دي كلها الفئة دي كلها على بعض عشر اعناصر تكلام ده كده ده كل سلسلة في الفئة دي وهم بالنسبة لنا أربع سلاسل سباكي ان الكتاب كتب 3 سباكي تتب 3 حتى يعملوا 3 هيبقى 3 في 10 ن Relations with 30 يبقى عدد عناصر الفئة دي عشرة عناصر؟ لا غلط اللي بعده عنصر يقع في المجموعة 2A يشبه في خواصه عنصر؟ سهلا عشان تبقى شبه في الخواص يبقى فيك نفس عدد إلكترونيات التكافؤ هل يقع في المجموعة 7A؟ غلط طب هل ينتهي بNB2؟ يا راجل NB2 ده يبقى في المجموعة 4A؟ غلط عنصر يقع في بداية الدورة الثانية؟ غلط في بداية الدورة الثانية يبقى في 1A؟ طب عنصر ينتهي توزيعه بN S2؟ صح لأن S لو فيها 2 سيكون العنصر غالبا في المجموعة 2A اللي بعده عنصر ماله؟ انتقالة من عناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية مستوى الطاقة الرئيسي قبل الأخير بص بص افع الكلام بالراحة بالراحة عايز الراحة بمركز هو قال في السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى سري دي ده يعني في مستوى الرابع صح؟ كميلي قراية مستوى الطاقة الرئيسي ايه؟ قبل الأخير مين قبل الأخير ده؟ التالت جدعة اللي بترد قصده ايه؟ التالت فيه كم إلكترون؟ 11 بص العاية لما كنت تعلم حاجة من اللي حلناها قبل كده شو عايز التالت فيه 15؟ هذا أدي سري اس تو و سري بي هيكون فيها 6 كده 2 و 6 تمانية يبقى ان شاء الله هتحوط في الدي كام؟ 7 عشان يبقى 2 و 6 تمانية و 7 كام؟ 15 استناني بقى يبقى هو كان أرجون 18 ها؟ 4S2 3D كام؟ ما انت قلت عشان يبقى دي عندك المستوى الرئيسي الثالت فيه 15 يبقى كده صح؟ محتاجين المنظر ده يبقى العنصر عدر الزري 18 و 22 20 و 27 27 ده عنصر عدر الزري 27 تفهمت اللعبة؟ هو عايز المستوى الرئيسي الثالت فيه 15 إلكترون الثالت اللي هم سري اس و سري بي و سري دي فخلاص حطيت انت عشان توصل لسري دي لازم تحط اتنين فيه في الاس بقى أرجون 18 فور اس 2 3D 7 اجمع الإجمالي عندك هيطلع 18 و 27 كام؟ 27 السؤال اللي بعده كم من؟ عنصر ايه؟ يقع في الدورة الكم؟ اول ما قالك في الدورة التانية حيبقل بمسك قلم وعمل كده والمجموعة مين؟ حبيبي عشان تخلي العنصر في 5 ايه؟ قال لي ميستر حط اتنين في الاس وحط ثلاثة في البي فأيا من العبارات التالية ما لها تنطبق على هذا العنصر بيسأل عن عدد الالكترونات المفردة لا استنى كده عشان اعرف اجيبلك المفرد لازم امسك اخر مستوى ووزعه هون دي صح؟ هذه واحد اتنين ثلاثة تعال نقرأ عدد الالكترونات المفردة به خمسة غلط ثلاثة عنصر ممثل ينتهي توزيعه بـ 2P5 لا 2P3 عدد الالكترونات المفردة به يساوي ثلاثة صح غاس خامل يتبع الفئة P غلط يبقى الجملة الوحيدة اللي صح ان عدد الالكترونات المفردة في هذا العنصر بيساوي ايه؟ بيساوي ثلاثة اللي بعده عناصر واخديني تركيب ده جماعة تركيبها الالكتروني ns1 or 2 برافو np من واحد لخمسة يبقى عناصر مين؟ ممثلة طبعاً نبيلة لأ انتقالية داخلية لأ وانتقالية رئيسية لأ عدد العناصر بص الجملة الجادي عدد العناصر في الدورة ليه؟ التي جميع الالكتروناتها في حالة؟ سؤال خطير سؤال خطير هو عايز عدد العناصر في الدورة الكاملة؟ اللي كل الالكتروناتها في حالة؟ بس؟ ما ممكن على فكرة العدد الزري يبقى زوجي وبالرغم من كده ما يبقاش كله في حالة الدولة اولاً هو السؤال هيحتاج مننا شغل يا عم لا استنى أنا على قد شوية مش دي الدورة الرابعة؟ كلها؟ أصبر بس أصبر واحدة واحدة طبعاً لو الس فيها واحد لا أصح؟ طب هتحتاج الس فيها كم؟ اثنين في الحالة دي احنا لو وصلنا لحد هنا فعلاً كله هيكون في حالة ايه؟ قدي هنا عنصر صح؟ اللي هو أرغن 18 فور اس 2 اللي هو الكالسيام صح؟ كده عنصر لحد الوقت كما عنصر أنا عمش معاك واحدة واحدة استنى بقى الدين لو تخط فيها أول الكترون كله مزدوج؟ خليك زاكي يا لا خليك زاكي بس ليس معي واحدة واحدة هعلمك تجبها ازاي؟ الدين لو فيه الكترون كله مزدوج؟ طب اثنين ثلاثة لما اديتت ميلي صح؟ هنا كمان في البي ها؟ فهمتوا حاجة؟ يبقى واحد من بتوع الفئة اس هو اللي كل الكتروناته مزدوجة صح ولا غلط؟ واحد من بتوع الفئة دي هو اللي كل الكتروناته؟ اصلاً انت وانت بتحط في الديا اللي مركزة هتفضل تحط ايه؟ واحد اثنين مش كله مزدوجة مفرد ليس صح؟ طبعاً لقارة هند ها؟ ثلاثة فكرة سؤال ذاكي اربعة خمسة كده كله مزدوج؟ لا كله مفرد هيبدأ دا يزدوج لسه الباقي مفرد دا يزدوج دا يزدوج انت كل يزدوج لو دي بقى فيها كم؟ يبقى كده هنا عنصر واحد بس كل الكترونات مزدوجة وهنا كمان كم واحد؟ وبناء عليه يبقى عدد الالكترونات عدد العناصر في الدورة الرابعة التي جميع الكتروناتها في حال تزدوج يبقى كم عنصر؟ ثلاثة عنصر من كل فئة تهمت حاجة؟ عنصر من كل ايه؟ فلو عندك في الدورة فئتين يبقى هيكون عندك كم واحد هو انصر ايه؟ طيب ولو عندك ثلاث فئات يبقى ثلاثة ناصر ولو عندك اربعة فئات ودي فكرة السؤال الجديدة صح ولا غلط؟ ولذلك اوعى تكون فاكر ان هو هيخش عليك في الانتحان يجيب لك الافكار اللي انت اخدتها ولكن السؤال مش صعب انت لو قعدت ومسكت ورقة ورقة ما هتحل لكن الفكرة في التعجل ان البقشة لا لا احنا مستعجلين واحنا قلنا له قبل كده عليك بالتأني واعطي دون مني وسير نحو السرية بسير مطمئني امش بالراحة امش راح تتعلم بالراحة اللي بعده عنصر ايه؟ اقصى عدد كم رئيسي له كم؟ حل فاهم يعني ايه؟ ده المستوى الرئيس الرابع واقصى عدد كم السنوي له كم؟ آه يعني هنا فور بي صح؟ جميل فأيا مما يأتي لا ينطبق على العنصر الطالب المحترم ام عامل ايه؟ سواني بس لا 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 انا مهلي انا انت مستعجلاني وانا لسه بفهم السؤال مش ده كلامه؟ نحنا هنا نبدأ عنصر ممثل تمشي يقع في الدورة الرابعة تمشي يقع في المجموعة ايه؟ مستحيل يقع يمين الجدول صح لنتبع الفئة بيه يبقى الجملة الوحيدة اللي لا تنفعش انه يقع فيه؟ لانه لو تبع لو هنا في المجموعة ايه؟ هيبقى الال بتاعته بكام؟ بصف لانه هيبقى في الاس صح كده؟ اللي بعده في السلسلة الايه؟ في السلسلة الانتقالية الرئيسية الاولى فالولد انكتب لنفسه 3D على مهلك خالص يكون عدد العناصر التي ينتهي تركبها الالكتروني ب3D5 كم واحد؟ برافو اللي قال اتنين جبتوها ازاي؟ قالت لي اقول لك في واحد يا مستر كان اتنين اربعة سحبنا له واحد خلينا كده صح؟ اللي هو لو عايز اسمه ده عنصر الكروم 24 وبعدها في واحد اصلا توزيعه طبيعي الاس بتاعته فيها اتنين والدي بتاعته فيها كام؟ خمسة وبالتالي يبقى الكروم والمنجنيز نفس الكلام فيه كام عنصر في السلسلة دي بتاعته فيها عشرة؟ اتنين نحاس وقرسين فهمت اللعبة؟ لانك بتسحب واحد من الاس توديه في الدي ليصبح الدي ماله ممتلئ اللي بعده اه عنصر لالكترونه الاخير اعداد الكم التالية ان بكم؟ بتلاتة وان بكم؟ يبقى ثواني يبقى احنا في سري دي صح؟ علميها لك خالص م اللي بكم؟ سري دي فالمحترم مسك قلم وبدأ يشتغل كده سواني 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 مش كده م اللي بسلب اتنين؟ م اس بكم؟ ايه ده؟ يبقى هو سري دي فيها كام؟ واحد يبقى الراجل ده كان توزيعه ارجون فور اس سي تو سري دي وان يلا يقع في الدورة الثالثة والعمود الثالث غلط طب يقع في الدورة الرابعة والعمود الثالث من الجدول صح الدورة الرابعة فور اس العمود الثالث جبناها منين؟ هاته رقم المجموعة اتنين وواحد ثلاثة يبقى الراجل ده في المجموعة سري بيه واللي مذاكر المجموعة سري بيه هي فعلا العمود الثالث طب ممثل في الدورة الثالثة غلط طب انتقالي في الدورة الثالثة؟ لا هو انتقالي في الدورة الكام؟ يبقى هو يقع في الدورة الرابعة والعمود الثالث من أعمارة الجدول الدوري اللي بعده عناصر ايه جماعة؟ عناصر المجموعة التي تل المجموعة 7A في الجدول الدوري بالراحة بالراحة هو مين يلي 7A في الجدول الدوري؟ المجموعة الصفري 7A بعدها 0A ناشطة كيميائيا؟ غالط خاملة كيميائيا؟ صح غلاف تكافوها تم الامتلاء؟ صح تكون غازات في درجة الخرارة؟ صح أصل السؤال كان بيقول لها الخواص الآتية ما عدا فعلا هي بتتميز بكل مما يأتي ما عدا انها ناشطة كيميائيا هي يا جماعة لا هي خاملة كيميائيا في الظروف المعتادة ويصعب دخولها في التفاعل الكيميائي في الظروف المعتادة في الظروف خاصة ممكن تتفعل طبعا زي ما أكدنا قبل كده اللي بعده بالاستعانة بايه؟ فإن طول الرابطة في ايه حضرتك؟ السؤال الأول مركب ايوني دا ولا تساهمي؟ ايوني يبقى هنا عندنا زرة سوديوم زرة بروم ولا ايون سوديوم ايون بروم يبقى هنا ايون سوديوم موجب مع ايون بروميت سالب أسمعك وعليه طول الرابطة هناخد ده؟ مع ده وعليها اجمع لي كده حبيب قلبي واحد خمسة وتمانين من مية زائد خمسة وتسعين من مية طلعت عندك على القلة الحسبة باثنين وتمانية من عشرة انجستروم اصغر عناصر الدورة التانية حجما يبقى هو عنصر الفلور طب ليه مش الكلور الكلور اصغر عناصر الدورة التالتة اما الفلور حقيقي اللي يمسك قلم ويوزع فعلا هو اصغر عناصر الدورة التانية عنصر سيفن ايه الموجود في الدورة التانية بينما الكلور عنصر سيفن ايه الموجود في الدورة الكام التالتة اللي بعده على مهلك اي مما يلي اكبر فين؟ طب ثواني بس انت معاك مين ومين؟ سوديوم وبوتاسيوم وايونتهم صح اياسف كالسيوم وبوتاسيوم وايه؟ حبيب قلب اللي مركز معاها الصبورة بص قال لي قال لي سواني بس مستب هو الكيه والسي ايه ده كيه 19 و سي ايه 20 لو ده كيه 19 سي ايه 20 اللي جنبه هيكون عامل ازاي؟ احسنته طب استنوا عشان نستبعد اجابتين الايانات اصغر لان القاعدة بتقول نص قطر الايون الموجب اصغر من زرته فحزفت الايونات يبقى مين اكبر في نق كيه بس كده ليه؟ لان كيه في المجموعة وان ايه و سي ايه في المجموعة تو ايه؟ وكلما اتجاهنا من اليسار اللي بيحصل لنق فاهم نفسك كده حبيب السؤال بالراحة اللي بعده زرات العناصر مرتبة تصاعديا خسب مين؟ نصف قطر لازم تعمل ايه مع نفسك؟ لازم تشوف موضوعهم بالنسبة لبعد انا لو عندي الدماغ شغالة هنا مش ده ني 11؟ ده من قبل ما اوزع والله جنبي مين؟ مجي 12 والن 11 ده تحت مين؟ استنى بقى ارسم لنفسي لان انا على قد شوية يبقى لو انت كده ده هيكون كده طب ولو انت كده اللي تحتك اكبر يبقى اكبر نصف قطر بعد كده ن ايه واصغر واحد ام جي لازم يبقى قلب تفاهم نفسك كده في الامتحان بالراحة عشان تحل إن شاء الله كويس اللي بعده رتب ما يلي تصاعديا حسب مين؟ اه جايب لك ثلاث عناصر بيقولك يبقى اف سالب وام جي موجب اثنين و او سالب اثنين طب معانا دلوقتي كم ايون يا جماعة؟ ثلاث ايونات طعم بص اقل واحد في نصف القطر وامين؟ الايون الموجب صح؟ طب يبقى كده ام جي موجب اثنين ام جي موجب اثنين ده الاقل صح؟ يبقى انت كده استبعدت ايجابتين الف وبيه؟ مظبوط؟ حلو بقى معاك جيم ودان يا طرى بقى مين الاكبر في نصف القطر؟ الاو سالب اثنين ولا الاف سالب واحد؟ الاو سالب اثنين الاو سالب اثنين طب ليه الاو سالب اثنين؟ بسبب ايه؟ انا كاو اصلا كاو قبل ما اكتسب كنت اكبر في نقه من الف صح؟ ده خد الثانية الف اكتسب الكترون واحد وانا اكتسبت كام؟ وبناء عليه ده انت عارف القعبة كلما زاد عدد الالكترونات المكتسبة كلما زاد التنافر وزاد مين؟ نصف القطر ويبقى عندك او سالب اثنين اف سالب واحد ويكون عندنا ام جي موجة باثنين هو الايه؟ الاصبر وده من الاسئلة اللي فيها افكار شوية يعني اللي بعده الحجم الزر المين؟ الزر المين؟ اكبر من الحجم الزر المين؟ الزر المين؟ خلا ده اكبر من النقف ده اكبر نقف من ده تعال نشوف بقى كل دي اصلاب صح معادة واحدة عدد مستويات الطاقة في السيزيوم اكبر صح قوة التنافر بين الكترونات السيزيوم اكبر صح يا ازداد التنافر قوة جذب النواية لالكترونات تكافؤ السيزيوم اكبر من البوتاسيوم غلط اقل بالعكس ده انت عارف ان كلما اتجاهنا من اعلى الاسفل بتقل الشحنة الفعالة لان بيزيد عدد المستويات الممتلئة اللي بتحجب جزء من شحنة النواية طب الشحنة الفعالة في السيزيوم اقل من البوتاسيوم صح يبقى كل الاسباب صح مع عدد اختيار رقم جيم اللي بعده اكبر جهد تأيون ايه؟ انا عايز الفكرة من غير ما تبص على الاختيارات جدعة بص بص انا لما اسمع كلام حلو بص بتادي المجموع اوان ايه؟ بتقول اعرفت مين هيتلعب عليك اكبر جهد تأيون للعنصر انت ايل لنا كده اكبر من رقم المجموعة الكامل مانا لما ابقى في ايه يا استاذة يا محترمة اللي مذكرة بفقد الالكترون الاولاني بسهولة ويصعب فصل الالكترون التاني لانه يؤدي الى كسر النظام الالكتروني استنى بس ده لسه في حتة كمان فلاقيت الكالسيام والماغنيسيام ماينفعوش لانه هما الاثنين في ان بس يا جماعة احنا هنفجأ بمصيبة هي ماش مصيبة خدعة جايب بقى بص بخدعة طب ما كده فيه عنصرين في وان ايه استنى بقى في اني احداشر وفي كيه تسعتاشر يا جماعة اسئلة في المراجعة لا يعني شجل يا بابا انت بتعلى مش دانيون عشرة سري اس وان طب ما ده ف وان ايه يا جماعة جهد التأيون التاني كبير طب ما ده كمان ارجون 18 فور اس وان طب ما ده كمان جهد التأيون التاني كبير مين فيهم الاكبر في جهد التأيون التاني برافو اللي قال استوديوم اشمعنا بقى لان استوديوم فيه حكتين واحد جهد التأيون التاني هيكسر حالة استقرار زي البوتاسيام رقم اثنين انه اصغر في نصف القطر ويبقى انا عندي عاملين يا جماعة مش عامل واحد بينما انت عندك عامل واحد وبالتالي جهد التأيون التاني هيكون اكبر في عنصر مين؟ السوديوم لصغر نصف قطره وصعوبة كسر النظام الالكتروني ماله مستقر ترتب ايه؟ العناصر انت رتبتي صف؟ ماذا لتلاتاشر حسب جهد التأيون ايه؟ الاول طبعا انت ماسك بس اخد بالك هنا في حتة هتقع انت هتقع انت هتقع طب نبدأ بالسؤال مين اكبر جهد تأيون؟ اش انت وزعت انت وزعت لقيتهم كده لقيت الماغنيسيام ده اهو في تو ايه صنع والالامونيوم ده تلاتاشر فين؟ والكلور ده في سيفن ايه؟ ده في حتة ثانية خالص ده طبعا كلما انت جهنا من اليسار لي من نص قطر ماله؟ يقلي يبقى هنا اكبر جهد تأيون الكلور صح؟ الكلور او لا؟ ماشي حيبت ما اعرف ان الام جي برافو عليك اللي مركزة دي؟ الام جي في كسر نظام الالكتروني مستقر بس الاس ده مش حاجه جاند اوي يعني هو فعلا ليه تأثير بس التأثير ده لما يبقى العنصر جانبه كده يعني مثلا لما تقولي ام جي اكبر من ايه ال صح؟ لكن ام جي ما يبقاش اكبر من سي ال؟ ليه؟ ان السي ال نص قطره صغار جدا وبالتالي جهد تأيونه؟ اكبر يبقى الاكبر في جهد التأيون مين؟ اول حاجة هي بقى مشكلة كلها بعد سي ال سي ال 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 مونيوم ام جي او مجي اي ال؟ هي دي بقى جماعة الحتة اللي فيها فكرة هو البعد مش موضوع خالص السي ال السي ال هو الاكبر لانه الاصغر في نصف القطر بس المشكلة كلها فين؟ الطالب المحترم اقولك انت نص قطره كده وانت نص قطره كده فهيركز على نص القطر بس ومش هياخد بله من حاجه مهمه انه جهد التأيون الاول عند المغنيسيان بيعمل ايه؟ بيكسر حالة استقرار لأن الأستاذ اللي مسكى لألم وموزعة شايفة الماغنيسيوم نيون كان؟ نيون عشرة اه؟ ايه رأيك جهر التأيون الأول هيكسر حالة استقرار ولا لا؟ اي نعم هي مش حالة جامدة بس في النهاية برضو هيبقى لها تأثير فهتخلي جهد تأيون الماغنيسيوم أكبر منين؟ من الألمونيوم يبقى صح؟ أكبرهم في جهر التأيون هو السي إيل لأنه أصغرهم في نق بعيد خالص نص خطر صغار جداً ده الأعلى في جهر التأيون طب ألمونيوم ماغنيسيوم أم ماغنيسيوم ألمونيوم؟ بس الماغنيسيوم ألمونيوم بقى مش شنق لأن الماغنيسيوم جهر التأيون بيؤدي لكسر النظام إليتروني يبقى الصحة عندك سي إيل لأم جي إيل ده سؤال من الأسئلة يعني اللي فيها شغل ترتب العناصر بص يا ده هينفقك بس المراضي حسب جهر التأيون الكام؟ التالت تقول لك العنصر اللي في 2A جهر التأيون الثالث كبير ماشي احنا مش نلاقي حد أصلاً في 2A ده احنا عندنا مشكلة فاحنا مسكنا الثلاثة ووزعنا صح؟ على مهلنا خالص أنا معاك بالراحة ما انت لما توزع الثلاثة هتبقى شايف كويس 1S2 ده الشغل جماعة ما انت في الامتحان لازم تعمل كده بالراحة شوية 1S2 2S2 اصلاً ليها مفتاح حل ان شاء الله تتحل دلوقتي 2P كام 2P2 احسنت اللي بعده نيتروجين 1S2 2S2 مين في دول يصعب في فصل الثالث فانا وانت تعال نشتغل ونشوف مين يصعب فهنا لو جيت تفصل الثلاثة دول هيسهل صح؟ لان فقدان الثلاثة هيوصل لحالة الاستقرار لا مش صعب ولا حاجة طب هنا هل فصل الثالث صعب؟ اه لا صعب الاستاذ اللي اقول لك لا لي يا بابا فصل الثالث هيبقى صعب لانك لما فصلت اتنين من هنا الثالث هيعمل ايه؟ هايقادي الى كسر النظام الكتروني؟ مستقرب اي نعم هو مش اكبر ايه؟ ايه؟ الا ان في النهاية لا استنى با هنا عندك فصل الثالث مش هيقد اتنين كسر حالة الاستقرار الثالث هيخرج من هنا فحي؟ ايه مصف يبقى هنا الاول انه تلك يا حبيبياريكز هنا هو عنديك من اكمله الق снова هو يلع isolated على الله الب showed yang the third one وهو الإخضاء فهو بين حالات التالية ايصال القناار جيم الكربون هو الأكبر يكون فيها الكربون هو الاكبر يلا مين جيم الكربون هو الاكبر يبقى الكربون بعد كده مين النيتروجين بعد كده مين البورون خل بالك حبيبي الاسئلة دي بتوقعه كتير وانتو ما شاء الله بتوقعه فيها بسهولة انا ماليش دعوة مش هو اسألني عن جهد التعايون الثالث كبير يبقى انا همسك كل عنصر اخرج منه اتنين ومشه بتقلت هيعمل ايه والله لو التالت بيكسر حالة استقرار يبقى جهد التعايون الثالث هنا كبير اما ما دون ذلك محدش هنا عنده جهد التعايون الثالث بيكسر حالة استقرار بس كده يبقى الاكبر عندك هو عنصر الكربون اللي بعده الميل الالكتروني المين اقل من الميل الالكتروني ده احنا وقدينها بالنص انا قبل ما هقول لاختيارات برجع مع نفس الاجابة كانت الاجابة هنا يا باشمهندسة يالهناك نظرا لصغر حجم زرة الفلور فان الالكترون المكتسب يتنافر بشدة مع الالكترونيات التصعة الاصلية صح مما يقلل من الاستقرار ويقلل الميل بيقول لك بقى لان حجم زرة الكلور اقل لا الكلام ده غلط اسمع الجملة دي الكسافة الالكترونية للفلور كبيرة وحجمها صغير طبعا في واحد يقف قدام الجملة دي يقول لك ايه انا مش فاهم لا هي دي صح على فكرة انت للاسف مش عارف يفهم معنى الجملة لان حافظ كلمتين وخلاص يعني ايه الكسافة الالكترونية كبيرة ولا حجم صغير في البلد كده الكترونات كتير في مكان صغير ده نشرح حالك كده احنا تسع الكترونات موجودين في مكان مالو صغير ده معنى كلمة كسافة الالكترونية كبيرة في حجم صغير جهد تأيون الكلور اكبر لا عدد عدد البروتونات المجابل للفلور اكبر الكلام ده مش مظبوط يبقى الصح ان الكسافة الالكترونية للفلور كبيرة وحجمها مالو صغير اللي بعدو امحترم عنصر اكس على مهلك تركيبه الالكتروني ان اس تو ان بي فور العنصر ده في المجموعة كامل سيكس اي طب بيقولك ايه بقى فان كل مما يأتي صحيح مع عدد كل ده صح مع عدد حاجة واحدة يقع في سيكس اي طب خش عالتاني حجم ايونه اصغر من حجم زرته هو العنصر لما يكون في سيكس ايه ايونه ايه سالم انه يبيل الاكتساب هل الايون السالب اصغر من زرته لا الجملة دي غلط اكبر كمل ميله اكبر من ميل العنصر اللي بيصبقه صح لانه وانت رايح كده نص القطر بيقله الميل بيزيد اه يبقى دي لأ قاسب قاسبي بقى دي من جمل يعني اللي صح اللي بعده عنصر ممثل صح يبقى كل الجمل صحيحة مع عدد ان حجم ايونه اصغر من زرته لان الايون بتاعه هيبقى ايكس سالب اثنين والقاعدة عندنا ان نصف قطر الايون السالب اكبر من نصف قطر زرته اللي بعده اقل ميل الكتروني اه هنعمل ايه بقولك اقل ميل الكتروني بورون كاربون نيتروجين اوكسوجين هتنعمل ايه محترم هو عايز اقل ميل صح اما نشوف هيعرفه تجيبوها ولا لا فحيبقى قلب المحترم قال لي والله بص ميستر انا همسك قلم واوزع طب تعالى نشوف فايدة توزيعك ايه يا رب يكون توزيعك بفايدة هو عايز الميل ماله طب ممكن اسألكوا سؤال جماعة متى يكون الميل اقل ما يمكن اذا كان الالكتروني المكتسب هيخرج الزرة من حالة تعالوا نبصوا على الاربع توزيعات وربنا يهديكوا كده والجاوبوا صح انا معاكم هوا مين في دول الزرة اللي لو اخدت الالكترون هي اصلا مستقرة وهتخرج من الاستقرار ليه؟ لان الهانم معاها مستوى فرعي نصف ممتلئ اكتساب الالكترون هيخرجها من حالة يا رجل ده احنا واخدناها بالنص اللي مذاكر البريليام ده انا فكرك بحاجة بس النص هو السؤال في المذاكرة البريليام اربعة والنيتروجين سبعة والنيون عشرة الميل الالكتروني لها يكاد يكون منعدل اللي يوزع الثلاث عناصر دول هيلاقيهم كلهم في حالة استقرار ويكون الميل اقل ما يمكن لو هيخرج الزرة من حالة الاستقرار اللي بعده ترتيب العناصر دي حسب ايه؟ ركزي يا استاذة حسب ايه؟ اولا هو النيتروجين بلوش علاقة بينا هتكون المنافسة بين مين ومين؟ بين عناصر سيفن ايه؟ بس هو يا بيت يوقعك يا بيت هو يوقعك مين اللي ميله اكبر؟ الفلور الفلور الكلور ولا الفلور؟ هو كان المفترض الفلور بس الكلور انتو عارفين يعمل ايه؟ يبقى هنا الصح كلور فلور والاخير النيتروجين فين يا جماعة؟ يبقى به كلور فلور ثم مين؟ نيتروجين طبعا النيتروجين اصلا ملوش علاقة بينا لان لو المحترم ومسكت الامها ووزعت هتلاقي اصلا ميل النيتروجين يكاد يقوم منعدله صغار جد ليه؟ لان اه برافو عليك يا حبيبتي لان النيتروجين في حالة استقرار الراجل عنده مستوى فرع نصف وممتلئ فلو دخلت له الكترون هتخرجي من حالة وبالتالي ميلو الالكتروني اقل ما يمكن اما العنصرين الكبار في الميل فلور وكلور بس مين اكبر؟ الكلور الميل الالكتروني الكلور اكبر من الفلور وشرحنا الحالة الشازة اه لا دي سهلة دي طب بس تخليكم اذكية مصر جايب لك ايه؟ او و او مجاب واحد و او سليب واحد والله يا مستر استنى معلش يا بنتي انا لمستويك احيان انا اسف اعذرين ان انا بوزعه طبعا انت بقى انت فهم اكتر مني وعلى فكرة انت شاطر انا مقولش مع ما عبتش فيكو يا الله بس انا معلش بنتي بقى الناس القديمة دي مستواها في الكيميا على قده شوية الاولاني ده كان او بس اللي تحت ده او مجاب كام؟ ما هو او مجاب واحد يعني فقط الكترون صح؟ واللي تحت او كام؟ سليب واحد مين في دول؟ بيمين لاكتساب الالكترون؟ او سليب واحد؟ ليه؟ لانه او سليب واحد ده لو اخد الكترون كمان هيوصل لحالة بعد كده او مجاب واحد اه؟ طب ليه مش الزرة؟ او مجاب واحد ولا الزرة جماعة؟ ما احنا هنا بنسأل؟ عندنا او مجاب واحد بص 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 او مجاب واحد طب ليه او مجاب واحد لا يميل للاكتساب؟ نعم لانه عنده مستقى فرعي نصف وامتلئ فيبقى زي ما زملتنا قالت رقم الف بس يا رب ما تكونش زملتنا لدي ايه خبطتها كده وخلاص لكن احنا على قدنا شوي فاحنا احتاجنا ان احنا نمسك ورقة وقلم عشان نشوف ان الاو يا جماعة ان الاولانية دي اللي هي الاو كام دي الاو نفسها الاو نفسها عندها ميل تميل للاكتساب هي معها اربعة الاو مجاب واحد لا تميل ليه لا تميل؟ لان هي اصلا في حالة فيكون ميلها اقل ما يمكن يكون الميل اقل ما يمكن لو عندي العنصر في حالة استقرار بينما هنا الميل اكبر ما يمكن ان الالكترون لا يخش هيوصلن لحالة فالاكبر ميل ان او سلب واحد بعد كده او مجاب ااسف بعد كده الاو بعد كده الاو مجاب واحد اللي بعده او بي و سي على مهلك تلات عناصر تقع فيه في سلاس مجموعات ملها فاذا كان سي غاز طب ما قلص رجلة طيب هو انا جماعة لما يقول سي ده في المجموعة الصفرية يبقى بي في سيفن اي ويبقى ايه في سيكس اي صح انا كده؟ كم الاراية فاذا كان العنصر سي غاز خامل فان ايون العنصر ايه ليصبح غاز خامل هيحتاج ايه؟ ليه سلب اثنين؟ برافو عنصر في سيكس ايه يا جماعة يعني الاس بتاعته فيها اثنين والبي فيها اربعة العنصر ده يميل اكتساب كم الالكترون؟ فلما يكتسب الالكترونين يبقى ايون سالب اثنين اللي بعده كلما زاد عدد مستويات الطاقة كلما زاد ايه يا فاندي؟ كلما عدد المستويات يزيد كلما يزداد كل مما يأتي معادة نبدأ مع بعض نص الخطر قوة التنفر بين الالكترونيات صح حجب تأثير النواع عن الالكترونيات تكافؤ صح برافو عليك جهد التعايون غلط يا رجل ده نص القطر كلما يزيد جهد التعايون ماله بيقل اللي بعده؟ اذا علمت ان العنصر مين؟ ايه بص بس الكلام يسبق العنصر بيه فين؟ استنى كده ايه يسبق بيه في الدورة يبقى لو بيه هنا يبقى ايه هنا؟ لازم تقف تفاهم نفسك انا عن نفسي بص متعمد ان انا احل معك السؤال اول مرة احل ليش دعوة؟ عشان افكر معك قالك العنصر ايه يسبق بيه في نفس الدورة؟ جميل والعنصر ايه؟ يسبق سيه في نفس الايه؟ يعني سيه تحتية صح؟ صح كده؟ كمل فان هذه العناصر حسب انصاف اختارها استنى كده ارسم لنفسي؟ والله لو انت كده انت كده صح؟ وانت كسيه كده فانت اللعبة؟ يبقى هنا فان ترتيب العناصر حسب نص قطر سي اي بي يبقى ده الاختيار صعب الكلام؟ هندسة 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 بتاع علمي والله يا مصر انا اخش علم علوم ماشي برضو هندس لا هاش دعوة يعني بالراحة اصغر ايه؟ جهد تأيين اصغر اصغر جهد تأيين اول يكون له عنصر نقط هو جايب لك كربون والسيليكون والألمونيوم ويه؟ وبورون يعني ان شاء الله لو ربنا هدك كده وزعت هتلاقي ان البورون والكربون دول جنب بعد كده معايا؟ وعندك الألمونيوم والسيليكون دول جنب بعد كده حلو وهو بيسأل عن ايه حبيب قلبي؟ عن العنصر اللي لي ايه؟ اصغر جهد تأيين اول تب استنى كده؟ هو لو انت كده؟ ده؟ كده صح؟ والألمونيوم ده؟ كده؟ والسيليكون ده؟ كده؟ بس انا بس اباين لنفسي بس انا يا اخي الواحد ايه؟ ما ببقاش شايف كويس نص قطرك اهو؟ وده اصغر منك في نق وانا اهو اكبر منك في نق وده اصغر مني هو عايز ايه حضرتك؟ العنصر اللي ايه؟ اصغر جهد تأيين ايه؟ اول يطرى مين؟ اشمعنا الألمونيوم عشان اكبر في نصف ايه؟ وبالتالي اكبر نصف قطر هنا هو اللي ليه اصغر جهد تأيين اول انت رتبت العناصر الاول بالنسبة لبعض في الجدول فلقيت ان البورون والكربون جنب بعض والألمونيوم والسيليكون جنب بعض يبقى الاكبر في نقه هو ايه يا فندم؟ هو الاقل في جهد التأيين يلا باش مهندس عناصر المجموعة الوحدة تتشبه فين؟ بالراحة يا بنتني يسا بقرأ السؤال انت ما شاء الله يعني جمد جدا بينما عناصر الدورة الوحدة تتشبه فين؟ عناصر المجموعة الوحدة تتشبه فيه؟ الخواص الكيميائي بينما عناصر الدورة الوحدة تتفق فيه؟ عدد الكامل الرئيسي يبقى زي ما زملتنا قالت زملتنا دي يا جماعة اللي هي شكلها اشتر مننا كلنا اشتر مننا مخصوص كمان ولذلك انا بفكر التدمي التاني انها خليها تشرح لكم تجي تشرح يا بنت مكاني؟ تعالي جرقة حلوة ما فيش كلام تعالي يلا اشرح مكاني يلا ما يلا جاب ورعه ايه مش هي قالت ان انا هشرح مكاني؟ تعالي يلا تعالي اشرح لنا كده كم سؤال بس اول ما هجب لي كمان اسئلة هفتح لك على اول اسئلة في المنزمة دي يلا عناصر الفائس تشغل نقط من الجدول الدوري ده كلم سهل خالص يا معا تشغل الجانب الايصر لانها بتشغل الجانب الايصر من المبدأ صح؟ اللي بعده تقع سلسلة نقط في الدورة السادسة ويتتابع فيها ملء فور اف طبعا دي اللانسانيدات اللي جات من بعده عنصر اللانسانية يقولك ايه؟ وضح فئة ونوع عنصر الجرمانيا متنين وتلاتين فحيبقال بي امقاين ارجون تمنتاشر فور اس تو ثري دي تن فور بي تو ها العنصر ده يتبع الفئة بي عنصر ماله ممثل يبقى يتبع الفئة بي وهو عنصر ممثل دي اسئلة مباشرة وسهلة جدا عناصر الفئة نقط ينتهي توزيعها الالكتروني ان اس تو ان بي من واحد لستة يبقى عناصر الفئة بي طول ما البي بيتتبع امتلاقي ويبقى انت عنصر تتبع الفئة بي اللي بعده اكبر الزرات حجما نقط بينما اصغرها نقط اكبر الزرات حجما سيزيام واصغرها حجما فلور نصف قطر الايون السالب يا رجل ده كلام اكبر من نصف قطر زرته ولما تيجي علل لطالب اصغر يقول لانه عند اكتساب الالكترونيات يزداد الشحنة السالبة ويزداد التنفر فيزداد نصف القطر اللي بعده تتطفق اه خد بالك جي في الامتحان ده تتطفق زرة الفلز ار مع ايونه ار تو في الحجم غلط شحنة النواة معلش رماء شحنة النواة ولا الشحنة الفعالة شحنة النواة اه خدوا بالكو في فرق بين شحنة النواة والشحنة الفعالة شحنة النواة اللي هو عدد البروتونات نأكد على معلومة ان اي زرة لما تفقد الكترونات تتغير الشحنة الفعالة بينما شحنة النواة ما لها لان شحنة النواة محترمة للمرة المليون هو عدد البروتونات المجابع وعدد البروتونات لا يتغير سواء الزرة فقدت او اكتسبت انا كلام واضح اللي بعده نصف القطر الزري هو هو نصف المسافة بين مركزي زرتين مالهم لازم يكونوا متماثلتين في جزئ سناء الزر يبقى الصح به فقط مسألة على طول الرابطة طول الرابطة في جزئ الكولور CL2 اهي وطول الرابطة بين زرت كربون وزر الكولور بتسوي واحد ستة سبعين فما نص قطر الكربون سهلة طب ما انا عندي CL2 يبقى بما ان RCL برافو واحد تمانية وتسعين على اثنين طلعت تسعة وتسعين من مية انجستروم لان ده جزئ ماله متماسل يبقى RC هتساوي ايه؟ طول الرابطة بين C و CL واحد ستة وسبعين اشيل منها تسعة وتسعين من مية يطلع الناتج عندي سبعة وسبعين من مية انجستروم السؤال اللي بعده في المجموعة الوحدة بزيادة نص القطر يقول لي مين؟ الميل صح سالبية صح جهد التأيين صح جميع ما سبق صح سؤالين كده جماعة في سريع بس عند الانتقال في الدورة التانية منين لفين؟ من الليسيوم للفلور ما عليش بس جماعة هو قال في الدورة يبقى انا جاي من الليسيوم يقل لنصف القطر فيزداد جهد التأيين والسالبية صح؟ يبقى هنا اللي بيقل الحجم الزال اه بص العائل اول ما بيبص دي اصلا بتتخضي ولك ايه عن بداية الجدول الاتي يوضح التوزيع الالكتروني ايه؟ مع عدد العناصر الوقاعة في الفئة مين؟ والله يا ما محتاجة نبدأ واحدة واحدة ده في اس؟ ده ده؟ لا ده تبع الفئة دي اللي بعده؟ لا اللي بعده؟ اللي بعده؟ اه اللي بعده؟ اللي بعده؟ اللي بعده؟ انا متكلم على ده؟ ده؟ لا طب ده؟ اه طب ده؟ اه، دفع الفئة اس ولا لا؟ هو غاس خامل، دفع الفئة اس ولا لا؟ طب استنى استنى انا هفهمكو بس حاجة؟ هفهمكو حاجة؟ توزيعه يقول ان هو هتبع الفائس لكن هو مكانه فين في الجدول استنى حتى لو انت اختلط عليك الامر انت هتضطر انك تحزفه، ليه؟ تستنى، انت عايز تقول الفائس صح؟ خلاص يبقى ثلاثة صح؟ مفيش ثلاثة ومش هيروح الاربع فهتستبعده وتعتبره مع الفئة ايه؟ بي ولذلك اسمع الجملة دي بقى عشان بس لو حد جيت فازلك عليك يقولك ايه؟ يعتبر في الفئة اس توزيعا والفئة بي موضعا في فرق ايه؟ فاة محلق؟ الفئة اس توزيعا توزيعا اولون انت بقى اس لكن مكانك فين؟ عاملة زي بص اسمع الجملة دي برضه عشان ايه لو حد جيت عمت فازلك عليك عارفين الهيدروجين؟ وزع الهيدروجين كده قال لي وان اس وان اسمع المعلومة دي؟ الهيدروجين في المجموعة وان ايه توزيعا وفي المجموعة سيفل ايه خواصا خواصه على فكرة توزيعه ومكانه في وان ايه لكن خواص اتقول ان هو فين او الله واقل افلزات صح لكن الراجل دة لافلز صح ولا غلط بس كده دي بقى سبقا لكم عشان لما تشوفوها في الحصة تبقى اتنفكة بص السؤال جاي عامل ازاي هو مش صعب بس هيلففك عارفه وعايزي بص كده ايا مياه ايا مما الي انا بس اديك فكرة السؤال ايا مما الي ايه ما هيكون المجموع لعددي ايه? تأكثر من ومين? اقل خاطر ما فهم حاجه? افهمك يعني انت هتجيب عرض تأكثر المنجنيز 짜 presentes part 2 وعدد تأكثر وتجمعهم Dieu وتجيب الناتج هنا تجمعهم وتجيب الناتج هنا تجمعهم وتجيب وتجيم الناتج هنا تجمعهم اقل مجموع تقول لي Lima اقل مجموعة jamais فهم حاجه يعني انت هتحسب عرية تأكسك كم مرة؟ ثمان مراك المنجنيز هنا والنيتروجين هنا وتقوم جاء هوريك واحدة شايف أول واحدة؟ بمجرد النظر حد يعرف يقول لي أم هناك كم؟ بمجاب أربعة برافو اللي قالت أنا جابها بمجرد النظر اللي جابتها أربعة دي عرفت أزاي سي اللي ده بسلب واحد سلب واحد فاربعة بسلب أربعة يبقى المنجنيز بمجاب أربعة والنيتروجين بصفر هو بقى بيقول لك إيه؟ إجماعي عدد التأكسل يبقى هنا مجاب أربعة وصفر بكام؟ المحصنة هنا أربعة انزلي في اللي بعدها حد بمجرد النظر يعرف يقول أم إن بكام؟ ايه؟ كم يا أختي؟ سمعتك سمعتك السي أو سري دي بسلب اتنين مش دي مجموعة زرية؟ يبقى الأم إن بكام؟ لأن لازم يمركب كله بكام؟ بصفر مش هنساوي مركب بصفر السي أو سري بسلب اتنين يبقى الأم إن بكام؟ بمجاب اتنين بل الأم إن حد يعرف يحسب لي الأم هنا بكام؟ أنا حسبت في دماغ أنا عن نفسي بمجاب كام؟ بمجاب ثلاثة مجاب اتنين ومجاب ثلاثة الإجمالي كام؟ يا ليلا يا مستر السؤال زي كده يجي في الانتحان؟ وأنا مالي يا عم يجي أنا مالي أنا بعرف أحل بخطوات تعال على اللي بعده اللي هيحسب المنجنيز هنا هيقول بما إن الكي بمجاب واحد والأوب كام؟ بسلب اتنين بيتعوض وينطلع الـَم إن بمجاب ستة بمسك الناحية الثانية النيتروجين ويحسب يطلع بسلب تلاتة يلا بتاع الرياضة مجاب ستة نقص ثلاثة بكم؟ بمجاب ثلاثة مجاب ستة نقص ثلاثة بكام؟ حد mens آخر واحدة الـَم إن هنا بكام؟ يا مفترية مجاب واحد أنت مفترية بيت مجاب ثلاثة أنت سقطت الرياضة يا بيت صح؟ أنت سقطت الرياضة دول كم او اتش? ثلاثة. مش الو اتش الواحدة بسالب واحد? سالب واحد في ثلاثة بسالب ثلاثة يبقى الام اين بكام? انه لازم يمركب كله بصفر. استنى كده. هنحسب مين? الان. اللي هيحسب الان هنا. اللي هيحسب. هيطلع الان هنا بكام? عيني وقفين بص. هيعيطة. ده عشان اواريك بس. سوي المركب بالصفر. مش الان عندك مجهول? معاك اتنين اتش. اتنين في الاتش بمجه بواحد. و الو اتش معروف اكم? بسالب واحد. اتنين في واحد باتنين. ناقص واحد يتبقى واحد. روح الناحية التانية بسالب واحد. مجهب ثلاثة واحد بمجهب اتنين. فهمت حاجة? يعني انا مسكته كل مرة اجيب عدد تاكسل المجانيز عدد تاكسل النيتروجين e جمع. عدد تاكسل المięتروجين e جمع. عدد تاكسل المانيز و ، tenure وجمع. عدد تاكسل مع السؤال ده سؤال عشان يتحل انت هتحسب عدد تأكسه تأكسه 8 مرات كل مرة مانجنيز نيتروجين مانجنيز نيتروجين مانجنيز نيتروجين وتجيب المجموع الجابري والنتج اللي هيطلع عندك ده حبيبي هيوضح لك مين فيهم أقل مجموع عدد تأكسه